السؤال كان بيقول ان هو متجوز بقاله اكتر من 9 سنين وهو الزوج اللي باعت المشكلة يعني وهو بيقول ان انا حاولت مع زوجتي بشطة الطرق زوجتي مهملة في بيتها عندها عايزة تزور اهلها كل يوم انا لما اجي قول لها لأ يعني كفاية انت كنت مبارح موجودة ليه تروحي النهاردة تقول لأ انا عايزة اروح وتبتدي ان هي تقول طب هرمي عليك اليمين ما لو تطلعيش في البيت لا تبقيت له هتعملها تطلقني طلقني مش مشكلة المهم ان انا راحة الاهلي بتعلي صوتها علي من ضمن كمان الحاجات اللي قالها ان هي لما جم ورمى طلق عليها وخلاص الناس اتدخلهم ورجوا مع اساس الحياة تتغير قال الحياة زي ما هي وانا معايا منها بنتين وانا خايف اطلقها واسبها وخصوصا دولة بنات وانا مش عارف اتصرف معايا وعايز نصيحة بصوا جماعة يعني بعد بسم الله والحمد والله والصلاة والسلام على رسول الله موضوع طاعة الزوج احنا يعني كل حلقة لازم بقى في سؤال على الامر ده واحنا بنأكد تاني يعني طاعة الزوج اصلا الزوجة طبعا احنا قلنا طاعة وقبة باجماع يعني ما فيش كلام في النقطة دي طاعتوا اجماع الفقهاء ان هما هي لازم الزوجة تسمع الكلام ده رقم واحد رقم اتنين لا تخرج من بيته الا بازن يبقى لازم اذن طيب هو مش موجود ومثلا بيسافر او مش عارفة بيعمل ايه وانا بخلص اه يبقى ازاش شطرة كده عشان انت متجوزة عشان تخش جنة منتش متجوزة عشان تعود وتعنده في بعض وبعدين كل واحد يقولك انا لعنك انا انت طالق انا انا غبان مش عايزين كده احنا عايزين البيوت مقامة على الحب ويفضل حب فيه طب ايه هو بتطلع وتبقي محتاجة انك تقضي مشاويره هو مش موجود قوله طب ايه رايك تديني مثلا اذن مفتوح او نص مفتوح للامور اللي هي مثلا حاجات البيت كذا 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 او بتعميني مثلا بقوله لو هو معاك في البيت والله بالليل او بعد صلاة الفجر كله لازم يصحى الفجر صلاة الفجر والله يا زوجي يا حبيبي انا عندي النهار ده لستة واحد اتنين تلاتة ومتطلبات كذا هبقى في المكان الفلاني من كذا لكذا وكذا وكذا ورقموا معاك اه 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 لقى لقى حلو قوي انا افرح جدا لو قال لقى تمام خد انت اللستة يلا عيش حياتك وعيش القوامة وقوم جاية كده بس طبعا انا لازم استأذنه طيب ما اذن ليش ما طلعش ما طلعش انا مالي ما طلعش طيب اصل ابويا ما ليش دهوة انا عندي وقعة صحيحة حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم وابوها بيموت وزوجها قالت ما اذن ليش طيب بيموت ابوك بيموت تعالي والدعي ما اذن ليش لحد ما جه زوجها من الصفر وعرف كده قال لها كنت روح فرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابوها دخل الجنة بتعيتها لزوجها يعني الموضوع ماني احنا ليه بقى نعب نفسنا بامور يعني صعبة علينا طيب يبقى ما ينفعش تطلعي الا بدون اذن زوجك طاعة توابة في كل امور ادم مش في غير معصية في ما قال الله وقال الرسول خلاص ادم طاعة في غير معصية الله دي اتحاج تالت حاجة موضوع بقى هي بتشتم بتعلي صوتها والكلام ده الست المسترجلة يعني بتنفر الزوج منها انا فاكرة في نصر سارته ان شاء الله ربنا يمنى علينا ونعمل لكم الشاشة نجيب لكم الشكوى او الرسالة الاستشارة موجودة عندنا على الشاشة كان كاتب جملة عجيبة جدا بيقول المشكلة دلوقتي ان هي مهما تزينت لي ومهما يعني تحاولت رغبني فيها انا كاره انا بقيت زاهد فيها وكاره واحنا في انفصال تام مفيش كلام غير علشان البيت والاكل والسكر خلص والسمنة مش عارف ايه فقط لكن انا لا اقربها وانا كاره مهما هي عملت انا كاره الست المسترجلة هي اللي بتوصل زوجها للوضع ده يا حبيبتي ما استسترجليش ودي انا شوف من يوم ما شوفت خلقتي وانا بقولك خليكي واحدة ست يعني انتي انتي ليه بتاخدي الامور بين الدية هو الفة لازم ارد عليه هو الفة لازم لا ما ترديش ما ترديش يا بنتي عليه ولا الكلام ده خالص هو احنا قلنا صاعة الغضب بسكت وبسيب المكان طب انا ممكن اقولك انتي بردة وانتي سايبان وانتي ما عنديكيش جام لا اقول له بص استأذنك بس بس لما تاهده شوية انا ممكن نتكلم عشان انا بخاف من السوق العالي ده فاهميه كده مش ان انا راح انا بعمل وسايبك ورازع الباب وبالعشر تيام وبالعشرين يوم خصام لا طبعا ده مصح فروزهت فيكي ليه لان هو شاف صورة بقول اهنتني وطلعتني صغير قدام الناس وعملت كذا فمش قادر عشان تكسري الحاجز ده ولو انت زوجها عايزة صلاح بيتك وانا احسب في كل زوجة انها عايزة صلاح بس هي يعني هي ما عندهاش الاسلوب اللي يخلي تكذب زوجها ويخلي بيتها حلو اسمع مني يوم لما بتلاقي كده بالترفق زي ما زرعنا صور وحشة نزرع صور جميلة ايجابية بحيث انها ان الزوج يفرح بيها والنزوج كمان يبقى عنده نوع من انواع القبول لها تاني والعودة تاني زي ما حطنا الحاجات الوحشة نحط المواقف الجميلة وقوله ان انا عندي مواقف حلوة كذا وكذا وكذا اشتركوا في القناة